يقول هل الضحك يبطل الصلاة إذا كان بقهقهتين فهو يبطل الصلاة لأنه من جملة الكلام من جملة الكلام وأقل الكلام حرفين قف قف شت كيف يكتبون نفطي قف قاف وفاقف إذا ضحك الإنسان فهو كلام إذا قهقه فهو كلام أما إذا كان تبسما فلا شيء أعلي خاصة إذا كان غلبة أي تقع أشياء في المسجد الإنسان وعد الله في وحد المسجد على بلكم كي تكون السجدة الإمام في صلاة التراويح يقول قبل ما يكبر أيها الناس عندنا سجدة فركعة تانية هكذا الناس هي على بالها ولكن القيم تانية المسجد القيم يعني لي عاول الإيمان في التكبير ما كان لا يعرف وليس فقيها فلما وصلت السجدة عيط بأعلى صوته السجدة وجهابت السجدة وجهابت فالناس ابتسمت يعني فإذا كان ابتساما فالصلاة صحيحة وإذا كان قهقهة الصلاة باطلة فهمتها الله فهمنا